شرعا إيه هو مفهوم احترام حقوق وممتلكات الآخرين بداية الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وسيدنا رسول الله في يوم الجمعة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إله ولكل كرب عظيم فرج اللهم معنا ما نحن فيه بسر أسرار بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرى وبعد يعني بشكر حضراتكم على هذه المقدمة وهذا الترحب بالفعل لما نتكلم عن المال جاءت الشريعة للمحافظة على المال المال ده من أصول الشريعة لذلك حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني إننا لازم أحافظ في هذه الحياة على المال إلا أنا بكتسبه لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرني بالعمل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمني من أنا بشتغل وأجيب فلوس ونام من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له فأنا أولا بعلم أولادي قيمة العمل لأن العمل ده اللي هيجي الثمار اللي هي الأموال طيب وأعلمهم بعد كده كيفية المحافظة على هذا المال عشان أعلمهم إن كل فرد في هذه الحياة له استقلالية بماله يعني الولد لو تعب واشتغل كده هو بعد ما يكبر إن شاء الله يبق له ماله الخاص والأب له ماله والأم لها المال بتاعه لذلك أقول له ما ينفعش تعتدي على مال الغير ربنا سبحانه وتعالى علمنا الكلام ده في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم يعني ما ينفعش أخذ مال مش بتاعي ما الأخوية شوف ربنا سمنا أخوته إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحمة الآية اللي بعدها بقى ومن يفعل ذلك اللي هيكل مال مش من حقه ومن يفعل ذلك عدوانا ربنا سمى اعتداء على المال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا يعني اللي هياخد حاجة مش من حقه هيروح النار يوم القيامة عند ربنا سبحانه وتعالى لأن دي حضرتك دي ذنوب ربنا مش بيغفرها اللي هي أخذ مال الغير أو الاعتداء على حق الغير ربنا سبحانه وتعالى قد يغفر لنا في حق لأنه أرحم الراحمين بمعنى أنا ممكن أأثر في صلاة في صيام في زكاة في حق ولكن حق الغير ربنا ما بيغفرش فيه يبع عشان أتوب إلى الله لابد من رد المظالم إلى أهلها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المشهور لما قال للصحابة أتدرون من المفلس فالصحابة قالوا المفلس يا سيدنا النبي اللي مش معه متاع ولا دينار ولا درام يعني اللي ما عندهش أملاك وفلوس الصحابة قالوا المفلس هو ده فسيدنا النبي قال لهم لا المفلس من يأتي يوم القيامة بجبال حسنات بيوم القيامة عنده جبال حسنات من صلوص وموزكة وحق وعمرة ولكنه يأتي وقد ظلم هذا ده جاي آه بيصلي بس أكل مرث أخته ده بيصلي بس بظلم جاره ده بيصلي بس مخصم زميله في العمل ده بيصلي بس مقاطع أخوه ده بيصلي آه ده عمل حسنات بس في نفس الوقت في سيئات آه يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا طبعا ربنا فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار ولا حوله ولا قوة إلا بالله